روحت حرب ستة وخمسين وعشت الفترة بتاع ستة وخمسين متبرعا كفيدائي ورجحت الكلية ما رجحت معرفتش أنجح معليش لا إذا أصلا أنت ما تقودنيش في دوكة روحت حرب ستة وخمسين متبرعا لا يعني قصلي متطوعا متطوعا سوري إيه إزاي إيه دي المنطقة دي أكيد غنية جدا عندك والله أقول لحضرتك حاجة أنا كشاب مصري في هذه المرحلة أحب بلدي جدا طيب مش أحب أعشق أعشق بلدي جدا وشاف أن أنا كل حتة في البلد دي بتاعتي وسعيد بيها جدا فإذا بيه وقف في البلكونة ولقيت طائرات المسير الفرنساوي كما قالوا لنا في الجو في القاهرة فده ما غلي فروحت نازل قلت روح فين أروح فين قلت روح الجامعة روحت الجامعة كان عاملين الكتائب دي كتائب الفدائيين وكان واقف بره على باب كان حطين سلك شائق كده قدام باب جنيه الحيوانات قدام التمثال بتاع نهضة مصر دلوقتي واروحت كان دكتور نجيب بخوم ده كان أستاذ عندنا كبير بتاع رياضة بحتة قلت له أنا عايزة نضم بتاع باب السلي كده قال لي مؤمن بما تعمله قلت له أيوة دخلني جوه دخلني ده المدينة الجماعية خدون يعني تيك 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 ودون المدينة الجماعية والله ست ساعات المشاة ده ما نسهوش ماشيين في شرع رمسيس والبيوت ستات ورجالة عملين سواق فنة وإذا أردتوا إن الشباب ده راح يحارب إحساس غير عادي طبعا رائع وبعدين تجد الدم حنازلة من عينك وإحنا عملين يعني نشاو كان فيه كلمة ده حنحارب حنحارب بتاع عبد الناصر فاروحنا عشت خمسة وخمسين يوم ما بين مزارع وما بين دوشم يعني وبين زريب تقنزير يعني عشنا متفرقين في حيات كتيرة جدا صحرة حتى صحرة خمسة وخمسين يوم أهلك ما يعرفوش أنت فيه ولا يعرفوا عني حاجة مع العلم أن أنا كنت وحيدة لإله موسيقى